دكتور علي المنتجات الطبية ده مفهوم واسع عايزة قسمها كالقاتي أدوية ومستلزمات الحالة اللي احنا فيها حكاية الهانجال والكمامات والمشعفئة بتاع ايه حال السوق المصري الآن وبعد فترة من تواجد هذه المنتجات اولا احنا بالنسبة للقطاع الدواء كأدوية النهاردة احنا الحمد لله موجود عندنا مخزون استراتيجي ست شهور مكفي لاستهلاك بتاعنا مواد خارب مواد تعبية ومفيش مشكلة عندنا ست شهور ست شهور استمر حتى لو انقطعت عن الخارج استمر ست شهور تمام احنا منقطعين احنا بنتستورد مواد التعبية ومواد التصنيع بتاعتنا ومواد الخارب بتاعتنا من الصين ومن الهند كمان فلما هناك حصل انه الصين توقفت وقفلت على نفسها حوالي شهرين ما بتطلعش اي حاجة من عندها احنا كان عندنا الهند وكان هناك نداء مننا من الشعبة بتحاد الغرف التجرية احنا وزارة الصحة نتركز مع الهند فكان هناك تسجابة من الحكومة من وزارة الصحة او هيئة الدواء الجديدة ان هي صرعت في اجراءات تغيير مورد ومواصفات جودة مع الهند بحيث ان هي الامور اللي كانت بتاخد لها من ست شو سنة اصبحت الناردة بتاخد بالكتير قوي اسبوعين لشهر بحيث ان انت تقدر تجيب من مصدر تاني ده اللي حضرتك بتعمل بيد دول محل planned دول محل دي الدول مستورد بقى الدول مستورد احنا بنستورد ادواء بتاعتنا من كذا دولة من العالم بنستورد من استوراليا بنستورد من امريكا بنستورد من 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 اوروبا تمام دي الاماكن اللي بنسميها دول مرجعية وبالتالي احنا بنستورد منها هاي الادواء احنا استيرادنا احنا بنغطة احتياجنا في البلد بـ 92% استرادنا لأدوية إحنا منغطي منتج المحلي 92% استرادنا من الأدوية المستوردة بنتمثل حوالي 8% في الوقت الحالي مع الأزمة الحالية إحنا الحاجات اللي مكانش لها بدائل زي مثلا أدوية الغدة إحنا كان فيه مشكلة إن هي بتستورد من بره من شركات أوروبية وشركات أمريكية النهاردة أصبح المصانع الوطنية بتقدر تغطيها. هورمونز بنقدر بنعمل. يمكن في خلال شهر أو اتنين حركات يسمع أن إحنا بدأنا نعمل أدوية السرطان. إحنا بنستوردها بتلاتين ألف واربين ألف الجرعة الوحدة. إحنا هنصنعها وهتبقى هنا صناعة وطنية. فهناك ما فيش قلق من القصة دي. وإلا أنا بحابب أن أنا أذكره النهاردة أن الحكومة ماشية بسياسة متزنة في التعامل مع الأزمة. زي ما عملت في أزمة السيول أو الأمطار الأخيرة. هي في الموضوع ملف. بتاعة دوة. آه ملف دوة. ماشية بسياسة متزنة. بسياسة. النهاردة أصبحت الإدارة المركزية للشؤون السيطان. نزلت تعليمات كتيرة جديدة أن هي مفيش تعامل مباشر. عظيم.